كل شيء يسرق في العراق بعد عام 2003 حتى التعليم فها هي البلاد بفعل فساد الأحزاب وهيمنة الميليشيات قد خرجت من التصنيف العالمي لجودة التعليم والحديث هنا عن سرقة أموال مشروع 1700 مدرسة في عموم البلاد وما حدث في محافظة النجف من فساد في هذا المشروع خير شاهد على ذلك 37 مدرسة بمحافظة النجف المقاول سحب عليها سلفة تشغيلية بنها مجرد هياكل لأنهم قد نسبة إنجازة وحطوا الفلوس بتجيبه قلب ظلت هذه الهياكل بالمناطق السكنية مثل ما تعرف المدارس من مناطق سكنية ظلت هذه الهياكل تجمع للشباب المشروع منح لشركات عراقية غير معروفة باشرت ببناء عدد قليل من المدارس ثم اختفت هذه الشركات بالكامل بعد الحصول على مبالغ البناء والشاهد هنا يشهد بذلك ويعترف يعني لدينا 38 بناية لحد الآن غير مكتملة منها قسم من البنايات هي هدم وبناء ومنها هياك الحديدية ومنها حالات أخرى عملية البناء تمت بعد السحصال موافقات بهدم مدارس قديمة وانتهت بضياع المدارس القديمة والجديدة مع أموال المشروع ليظهر محافظ النجف هنا بدور المتعاطف مع الأهالي مخليا مسؤولية المحافظة عن ملف الفساد متهما وزارتين التربية والصناعة بالتلكئ في تنفيذ المشاريع موضوع بناء المدارس رقم واحد هذا المشروع الذي نسميه مشروع سيء الصيت يعني وحيل من 2009 من قبل وزارة التربية إلى وزارة الصناعة تنفذ يعني وزارة الصناعة كأن وزارة الصناعة لها شركات عملاقة هي حالتها إلى مقاولين ثانوين واليوم المواطنين يدفع الضريبة والثمن من 2009 لحد الآن ما مكتملة هذه المشاريع ملفهم بالنزاهة قسم من المشاريع استلمسوا فيها ما مشتغلة بالمشروع أصلا هدم المدارس القائمة وعلى أساس بناء مدارس سياكل حديدية وكان مشروع للفساد فلم يتم بناء المدارس سياكل حديدية وتم هدر المال عام وسرقة المال عام وهذا له آثار سلبية على طلبتنا وعلى التربية بدورنا قمنا بتحريك ملف هذا الفساد لدى المدعي العام في محكمة النجف الأشرف وقام المدعي العام بتحويل الملف إلى محكمة تحقيق النزاهة والملف موجود ومتأخر في محكمة النجف ولم يحسم لحد الآن أحد عشر عاما لم تكفي لحسم ملف المشروع الذي أطلقت لأجله مبادرة لتسميته بمشروع رقم واحد سيئة صيت لتبقى حكوماته بعد الاحتلال هي المتهمة الأول والسبب الرئيس في جعل العراق المتصدر بين الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي ترجمة نانسي قنقر